ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من داخل مخيم شعفات بالقدس المحتلة مرسلنا ضياء حشية ضياء ضعنا في التفاصيل قرب لنا الصورة أكثر كيف جرت عمليات الهدم أين هم السكان الآن وهل لكل ما هدم أي ميزات جغرافية في المخيم ومخيم شعفات طبعا نعم داليا فعليا قبل لحظات قليلة جدا وفي هذه الأثناء تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي والجرفات التي هدمت المبنى السكني المكون من شقتين وعدد من المحال التجارية بالانسحاب في هذه اللحظات في هذه اللحظات أيضا هناك أحد الجنود الإسرائيليين يدقون بوضع بعض اليافطات ويقوم بوضع هذا الشريط اللاسق الذي يحذر السكان من الاقتراب من منطقة الهدم نظرا لخطورتها لأننا نتحدث عن طابقين الطابق الأول كان يحوي عدد كبير من المحال التجارية وشقتين بمساحة 160 متر لكل شقة الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات يحاول تأمين الانسحاب هناك مواجهات خفيفة جدا جرت قبل قليل بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الجيش الإسرائيلي القنابل الصوتية لتفريق هذه التظاهرة التي خرجت في المخيم ولكن بطبيعة الحال هذا الجنود يضع يافطة يكتب عليها خطر الاقتراب من هذا المكان الحجة الإسرائيلية هي عدم الترخيص هذا المنزل الذي هدم وأصبح أثرا بعد عين هو يأتي في سياق الحجة الإسرائيلية الدائمة التي تقول بأن هذا المنزل لم يحصل على الترخيص اللازمة لبنائه وهو بذلك أقرت بلدية الاحتلال بضرورة هدمه اثنان أو ثلاثة وستين منزل منذ بداية العام حتى هذا اليوم هدمت في مدينة القدس المحتلة إن كان على يد سلطات الجيش الإسرائيلي من خلال جراتها أو من خلال الهدم الذاتي الذي قام به الفلسطينيون في مدينة القدس المحتلة جغرافية هذه المنطقة فعليا داليا كما سألت نحن نتحدث عن منطقة قريبة جدا وهي ملاصقة لمدينة القدس المحتلة لا تبعد إلا ربما أقل من ثلاثة كيلو مترات عن المسجد الأقصى المبارك وهي منطقة حيوية وأساسية يسكنها الفلسطينيون من اللاجئين في مخيم شعفات الفلسطيني والذي أيضا يحملون غالبيته ويحملون الهوية المقدسية هذا المنزل لا يشكل أي خطورة على أمن إسرائيل كما تزعم إسرائيل ولا أيضا يقترب من جدار الفصل العنصري سوى أنه لم يحصل على ترخيص وأيضا صاحب المنزل كان تقدم قبل قيامه ببناء هذا المنزل بطلب الحصول على ترخيص ولكن سلطات الاحتلال في كل مرة ترفض وتماطل حتى يصل الحال بالفلسطيني إلى أن يقوم بالبناء رغما عن أنف إسرائيل ومن ثم تحصل الكارثة بأن يتم الهدم لهذا الفلسطيني الذي يتكبد خسائر كبيرة جدا من خلال تكاليف البناء أو من خلال تكاليف الهدم حيث أن إسرائيل هدمت هذا المنزل وستقوم بإجباره على دفع كل التكاليف التي تكفلت بها في عملية الهدم داليا شكرا جزيلا على هذه الصورة الوافية مراسلنا ضياء حشية من أمام المبنائين لزيني هدم من مخيم شعفات بالقدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر